اشتركوا في القناة في دور الأعمال التجارية بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي رأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة التاسعة عشرة للمجلس في دور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس وقد ناقش المجلس المرسم بقانون رقم 12 لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم 6 إلى الفغر جيم من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وذلك بحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وافق المجلس اليوم على تقريرين للجنة الخدمات بشأن تشريعين مهمين يتعلقان بالتأمين ضد التعطل التشريع الأول هو مرسوم بقانون وهو يترجم التوجيهات الملكية السامية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على الأسر البحرينية وذلك من خلال التكفل بسداد أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لثلاثة أشهر حددها القانون أما التشريع الثاني فهو مشروع بقانون يقضي بإلغاء استقطاع نسبة 1% من راتب العامل لصالح صندوق التأمين ضد التعطل ثم بحث المجلس مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي وبعد الاستماع لمداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس قرر المجلس على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة تهدف هذه المنظمة منظمة تنمية المرأة إلى النهوض بقدرات المرأة في الدول الأعضاء ببناء قدراتهم وكفاءاتهم وأيضا مهاراتهم من خلال آليات مختلفة منها التدريب والتأهيل وأيضا التعليم وطبعا كل هذا بما يتفق مع مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية السمحة وقد اختتمت الجلسة بمناقشة مشروع قانون بإلقاء البند رغم واحد من المادة ستة من المرسومة بقانون رغم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل حيث قرر المجلس بعدم موافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ مجلس الشورى يعقد جلسته التاسعة عشرة ويوافق على مرسومة بقانون بشأن التأمين ضد التعطل للتخفيف من آثار جائحة كورونا ومسروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة الذي جاء تأكيدا على تعزيز وتقوية روابط الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية طرح نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرية ترجمة نانسي قنقر